اشتركوا في القناة كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ باليستية وفي الصحافة البريطانية نقرأوا أيضا الحكومة البريطانية تهدد بروكسل بالتراجع عن الاتفاق بشأن ايرلندا الشمالية ومئات الالاف من العائلات البريطانية تواجه الفقر المتقى أهلا بكم يجتمع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى في شمال ألمانيا لمناقشة الحرب في أوكرانيا وملفات الطاقة والأمن الغذائي والعلاقات مع صين وذلك خلال اجتماع يستمر مدة ثلاثة أيام وتمت دعوة وزيري خارجية أوكرانيا ومولدوفا المجاورة لها والتي تخشى أن تصبح هدفا روسيا التالي للعدوان دعاهما إلى الحضور كضيوف في معرض كلمته ببرلين أحبى وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الألمانية مؤخرا لزيادة الدعم العسكري لبلاده ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا على الإدارة العسكرية المدنية في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا بأن زعماء المنطقة يعتزمون ضمها إلى روسيا بنهاية هذا العام من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن على سكان خيرسون تقرير مصيرهم بأنفسهم بعد شهر من السيطرة عليها مساعي لضم مدينة خيرسون الحدودية الأوكرانية إلى روسيا وكالة تاس للأنباء ذكرت نقلا عن الإدارة العسكرية المدنية في منطقة خيرسون بأوكرانيا أن زعماء المنطقة التي تسيطر عليها روسيا يعتزمون مطالبة الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بضمها إلى بلاده بحلول نهاية العام فبعد أيام من قول الرئيس الأوكراني بلاديمير زلنسكي إن المفاوضات بين كييب وموسكو ستكون مهدلة إذا استخدمت روسيا استفتاءات وصفها بالزائفة أطل زلنسكي مجددا في خطاب مصور وشدد على أن بلاده ستحرر كامل التراب الأوكراني لا تزال القوات الروسية متواجدة على أردنا هؤلاء الهامشيون الذين وجدتهم الدولة الروسية ليصبحوا متواطئين معها تصريحاتهم تتسم بالغباء لمحدود لكن أي أن كان ما يفعله المحتلون فإنه لا يعني شيئا ليس لديهم فرصة أنا واثق من أننا سنحرر أردنا وشعبنا من جانبه قال المتحدث باسم الكريم لينديمتري بيسكوب إن على سكان خرس تقرير مصيرهم بأنفسهم وذلك ردنا على سؤال عن انضمام خرس إلى روسيا وأضاف بيسكوب أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى أساس قانوني واضح كما كان الحال مع شبه جزيرة القرم بحسب قوله وتحظى خرس التي سيطرت عليها روسيا بالكامل في أبريل الماضي بأهمية استراتيجية لأنها تقدم جزءا من الرابط البري بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 وبين الملاطق الانفصالية المدهومة من موسكو في شرق أوكرانيا كشفت صحيفة واشنطن بوستن الإدارة الأمريكية حضرت تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية حول تحركات القادة العسكريين الروس في أوكرانيا وذلك لتفادي التصعيد بين واشنطن وموسكو وبحسب المعلومات التي نقلتها الصحيفة فإن الحظر يمتد إلى نقل المعلومات عن كبار القادة العسكريين والوزراء وبيانات من شانها أن تساعد كييف في ضرب أهداف روسية خارج حدود أوكرانيا أعلن شركة جازبروم الروسية عن إيقاف خط غاز يمر عبر بولندا وذلك في إطار تصعود التوتر بين البلدين على خلفية الحرب الأوكرانية وقبل ذلك قطعت أوكرانيا بعض إمدادات الغاز الروسي إلى دول أوروبا عبر خط الأنابيب الماري في أراضيها مبررة ذلك بإعلان القوة القاهرة ما أدى الارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي والنفط في الأسواق العالمية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وينضم إلينا مجموعة من مراسلنا من كييف السلام كيالي ومن موسكو مراسلنا يوسف بيغار وأيضا من واشنطن سوهيل الشعر أهلا وسهلا بكم جميعا أبدأ من كييف السلام كيف يبدو الوضع العسكري الميداني الوضع السياسي وأيضا ما يتردد من أنباء عن مصير خيرسون وفكرة انضمامها إلى روسيا كما يأمل زعماؤها نعم على الحديث عن خيرسون بالمناسبة كان هناك تصريحات كثيرة للرئيس أو حتى وزير خارجيته ديمترو كوليبة كان قد هددا بأن أي حديث عن انضمام أو عن ضم أو حتى إجراء استفتاء داخل خيرسون للانضمام إلى روسيا أو حتى إعلانها كدولة مستقلة على غرار دونيسك ولوهانسك هذا من شأنه أن يهدد كافة المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مع روسيا والتي تهدف إلى إنهاء هذه الحرب إذن بالنسبة لكييف هذه النقطة محسومة تماما الآن على المستوى الميداني كان هناك حديث من قبل وزارة الدفاع الأوكرانية بأن هناك تحركات على محوري سلوبزونيسكي ودونيسك في محاولة من القوات الروسية لاستكمال السيطرة على قليم الدنباس بشكل كامل وبالتالي تصله مع شبه جزيرة القرنبي مرورا من خلال جزيرة ماريوبيل زوفستان هذا المصنع اللي هو النقطة الأسخن حتى الآن كان هناك حديث عن اكتشاف القوات الروسية لمخرج من هذا المصنع استخدمه المقاتلون الأوكران المتحصلون داخل هذا المصنع للحصول على الماء والحصول على الغذاء ولذلك كان هناك حديث أيضا عن أسباب تراجع أو عن أسباب تغير الأرقام التي تتحدث عنها وزارة الدفاع أو المستوى الرسمي الأوكراني هنا بأن هناك 200 ألفين مقاتل الآن بات الحديث عن أقل أو عن حوالي ألف مقاتل منهم 600 مصابين بمعنى أن هناك مخارج ومداخل لهذا المصنع لم تكن القوات الروسية قد اكتشفتها من قبل وبالتالي هناك بعض الحديث أيضا كان اليوم عن أن روسيا أو القوات الروسية الموجودة في محيط هذا المصنع حاولت سد كافة المداخل والمخارج سواء السرية أو حتى المعروفة كالجسر الذي يربط الذي استخدمه المدنيون للخروج من هذا المصنع خلال عملية الإجلاء التي أشرفت عليها الأمم المتحدة كان هناك حديث من قبل المقاتلين أو حتى من قبل وزارة الدفاع بأن القوات الروسية تحاول إغلاق كافة هذه المداخل والمخارج من خلال الضربات الجوية أو حتى الضربات المدفعية من خلال القوات المحيطة أو المسيطرة على محيط هذا المصنع دبلوماسيا كان هناك حديث من قبل الرئيس زيلنسكي عن أنه لو كانت أوكرانيا قد ضمت إلى حلف الناتو من قبل لما كنا وصلنا إلى هذه النقطة كوليبا كان قد قال بأنه لو حصلت أوكرانيا على أسلحة كما تحصل عليه الآن لما وصلنا أيضا إلى هذه النقطة أو هذه الأوضاع السياسية والعسكرية داخل أوكرانيا يوسف ماذا عن موسكو؟ هل من تعليقات بخصوص تسرب عسكريين أو مدنيين من مصنع أوزفستال وفي وقت سابق أمر الرئيس الروسي فلاديمير كوتين بأن لا تخرج ذبابة من هذا الموقع فضلا عن التطورات فيما يتعلق بخرسون وكذلك اجتماع شمال ألمانيا بخصوص الدول السبع الكبرى لدراسة مآلات الحرب في أوكرانيا على في الواقع وزارة الدفاع الروسية لم تصدر أي بيان جديد حول مصير مصنع زوفستال الذي أمر رئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بتشديد الحصار حول محيط هذا المصنع وعطى أيضا أوامر للقوات الروسية بعدم اختراق أو الدخول إلى مصنع زوفستال والإبقاء فقط على حالة الحصار بالقرب من محيط هذا المصنع مع فتح ممرات آمنة سواء لإجلاء المدنيين الذين تؤكل السلطات الأوكرانية بأن عدد منهم لا يزال داخل مصنع زوفستال أو أيضا ممرات آمنة خصصتها وزارة الدفاع الروسية لهؤلاء المسلحين الذين هم داخل مصنع زوفستال في حال ما إذا قرروا وقف الأعمال القتالية والاستسلام للجيش الروسي هذا على الأقل ما تؤكده سلطات الرسمية هنا في روسيا على الرغم من حالة التناقض بين موسكو وكييف حول مصير مصنع زوفستال الجهات الرسمية هنا في روسيا تؤكد فقط بأن الجيش الروسي يواصل محاصرة مصنع زوفستال ومحاصرة المسلحين داخل المصنع لكن القوات الروسية لا تسمح لهؤلاء المقاتلين بالخروج من هذه الأنفاق والتمركز في نقاط تسمح لهم بإطلاق النار على الجيش الروسي أما ما يتعلق بمسألة أو مصير مقاطعة خيرسون بالأمس المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف علق على هذه المسألة والتصريحات التي سمعناها من مسؤولين جدد في مقاطعة خيرسون تتحدث عن إمكانية أن تنظم مقاطعة خيرسون إلى روسيا عن طريق استفتاء شعبي المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال بأن هذه الخطوة يجب أن تدرسها قانونيا ويجب أن تكون بشكل شرعي وقال بأن مصير سكان مقاطعة خيرسون هو بين أيديهم يحق لهم تقرير مصيرهم بأنفسهم هو ما أكدته أيضا اليوم رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكا التي قالت بأن شعب أو مواطنون مقاطعة خيرسون يملكون حق تقرير مصيرهم وبأن روسيا سوف تحترم رأيهم وقرارهم في حال ما إذا قرروا القيام باستفتاء شعبي للانضمام إلى روسيا على الأبرز اليوم بالنسبة للتصريحات التي سمعناها من الكريملين أو الخارجية الروسية هو انتقاد موسكو وبشدة للتصريحات التي صدرت اليوم من السلطات الفنلندي والتي تتحدث عن إمكانية أن تنضم فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي الخارجية الروسية وصفت هذه التصريحات بأنه تغير جذري في السياسة الخارجية لفنلندا وقالت بأنه في حال ما إذا قامت فنلندا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي فإنها بهذا ستخرق اتفاقية وقعت بين موسكو وهلسينكي عام 1992 هذه الاتفاقية تنص بالحرف الواحد على احترام المصالح المتبادلة وعدم السماح باستعمال أراضي روسيا وأراضي فنلندا لتشكيل عدوان أو هجومات على البلدين من هنا تنطلق موسكو بأن انضمام فنلندا يشكل خطرا كبير على الآمن الروسي وما أكده أيضا اليوم الكريمنا الذي قال بأن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي هو خطر كبير على الآمن الاستراتيجي لروسيا وبأن روسيا ستكون مضطرة لاتخاذ جملة من الإجراءات العسكرية التقنية لحماية أمنها القومي طيب نتحول إلى واشنطن هناك مراسلنا سهيل الشعر سهيل أهلا بك من جديد إذن تراجعت واشنطن عن مشاركة معلومات ذات حساسية عالية في خصوص أوكرانيا وكذلك مواقع القادة العسكريين الروس وربما أيضا الأمر مرتبط بإغراق الطراد موسكافا ما هي التفاصيل المتوفرة وما هو حجم المعلومات المسموح تمريره إلى أوكرانيا وما هو غير المسموح نعم الولايات المتحدة كانت تشارك بشكل مباشر الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية التجسسية وأيضا المعلومات الاستخباراتية التي تحصل عليها من عملائها على الأرض هناك مع الجانب الأوكراني والآن سوف يتم التوقف عن هذه الخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة وذلك أثر تسريبات متتالية من أجسد الاستخبارات لوسائل الإعلام الأمريكية فقد انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي هذه التسريبات وخاصة التسريبات التي تحدثت عن دور استخباراتي أمريكي في إغراق الطراد موسكوفا ومساعدة المعلومات الاستخباراتية التي وفرتها الولايات المتحدة المقاتلين الأوكرانيين لإغراق هذا الطراد وأيضا توفير الولايات المتحدة معلومات عن وجود عدد من الجنرالات الروس في مواقع معينة وما أدى إلى استهدافهم من قبل المقاتلين الأوكرانيين وذلك أدى إلى مقتل ما بين عشر إلى ثمانية جنرالات روس هذه المعلومات التي سربت للإعلام هنا في الولايات المتحدة وضعت الولايات المتحدة في وضع حرج لأن الولايات المتحدة ليست في معركة مباشرة مع روسيا وبالتالي لا يحق لها أن تقوم بهذه الخطوات وهذا وضع الولايات المتحدة في موقف حرج على الصعيد الدولي بسبب تسريب هذه المعلومات للإعلام ولكن الآن سوف تقوم الولايات المتحدة بتوفير معلومات دفاعية طابع بشكل أكبر من المعلومات التي يمكن أن تستخدم لأهداف هجومية إذا أمكن القول وبالتالي سيكون هناك انخفاض كبير في معدل المشاركة للصور الواردة عبر الأقمار الاصطناعية وأكثر المعلومات التي يوفرها عملاء الولايات المتحدة على الأرض وأيضا المعلومات الاستخباراتية المتوفرة من قبل شركاء الولايات المتحدة في أوروبا ولذلك يمكن أن نقول أن التسريبات التي قد خرجت من الأجزاء الاستخباراتية هي السبب الرئيسي لهذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخرا والتي أعلنت عنها صحيفة الواشنطن بوست شكرا جزيلا لكم جميعا سوهل الشاعر في واشنطن يوسف فيغار في موسكو وسلام كيالي من أرض المعركة في كييف شكرا جزيلا لكم جميعا أعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيتسو رغبة بلاده في انضمامها إلى حلف الأطلسية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا المسؤولون الغربيون فوقيادات الحلف رحبوا بالرغبة الفنلندية ووعدوا بتسهيل وتسريع إجراءات الموافقة عليها من جانبها عبرت موسكو عن اعتراضها على أعلان هلسينكي التي لا تزال تحتاج إلى موافقة برلمانها لتكون قادرة على تقديم طلب رسمي للانضمام إلى الحلف الأطلسية أرادت روسيا لأوكرانيا الحياد فأخافت الحيادين في أوروبا وفتحت أبوابهم أمام حلف الناتو تداعيات الحرب الأوكرانية أو ربما حرب روسيا والغرب بتعبير أدق دفعت فنلندا التي التزمت الحيادة العسكرية منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية دفعتها إلى التفكير بالانضمام للناتو الدولة الجارة صاحبة أطول حدود برية مع روسيا حيث تصل إلى 1300 كيلو متر تقول إن رغبتها بالانضمام للناتو لا تستهدف أحدا ولا تريد منها إلا تعزيز أمنها انضمامنا للناتو لا يستهدف أي جهة نحن نريد رفع مستوى الأمن لدينا إلى أعلى قدر ممكن لو سألتني كيف ترى روسيا احتمالية انضمامنا للناتو فأقول لهم إنه إذا حصل ودخلنا الحلف فاعلموا أنكم أنتم السبب فنلندا عضوة في الاتحاد الأوروبي منذ العام 1995 لكنها خارج الناتو حفاظا على سياسة الحياد تجنبا لنقمة جار خسرت 10% من أرضها له بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية لم يعد الحياد درعا بل نقطة ضعف هكذا ترى هلسينكي ولمنع خسارة أرض جديدة لصالح موسكو التي تلوح بحرب عالمية جديدة تريد فنلندا أن تكون العضوة الحادية والثلاثين في حلف الناتو أوروبا والناتو يرحبان بشدة بالعضو الجديد المحتمل ويفتحان الباب أمام آخرين أبرزهم السويد ويعدان بتسهيل وتسريع إجراءات قبول الأعضاء الجدد على الضفة المقابلة يقول الكريملين إن خطوة فنلندا تهدد أمن روسيا لأنها تعني توسع الناتو على حدودها شرق أوروبا ولكن ماذا يمكن أن تفعل إذا كانت حربها في أوكرانيا التي اشتعلت لذات السبب لم تنتهي بعد مباشر مجلس الأمن الدولي وجلسة بشان الحرب في أوكرانيا عصف بحياة المدنيين واليوم نشهد عائلات إضافية تتقبل التعازي في خسارة أحبائهم وهو تذكير أيضا بأن التعليم أصبح تحت الهجوم في شباط فبراير توقف العام الدراسي بعد نشوب هذه الحرب وحتى الأسبوع الماضي ما لا يقل عن 15 من إجمالي 89 مدرسة مدعومة من اليونيسا في شرق البلاد تعرضت للدمار والضرر بسبب الحرب المئات من المدارس في ربوع البلاد أيضا تعرضت للقصف بالمدفعية الثقيلة وقصف الجوي والأسلحة المتفجرة الأخرى في منات مقتدى بالسكان مما له أثر طويل الأمد على عودة الأطفال إلى التعليم ويجب أن تتوقف تلك الهجمات ويجب على كل الأطراف أن تحترم التزاماتها الأخلاقية والقانونية بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي والقانون حقوق الإنسان مع ضمان حقوق الأطفال وإعلائها في عام 2021 اعتمد هذا المجلس القرار 2601 والذي أدان الهجمات على المدارس ودعا لاعتمد كل الضمانات المطلوبة لإعلاء الحق في التعليم وإعلان المدارس الآمنة أحدد المطلوب بغية تعزيز حماية التعليم في خضم النزاعة وما يحتاج إليه الآن هو الشجاعة والانضباط والإرادة السياسية لترجمة هذه الأقوال إلى أفعال أصحاب السعادة تمثل المدارس مصدر حياة للأطفال لا سيما في خضم النزاع فهي مكان آمن وتقدم حماية من الضرر وما يشبه الحياة الطبيعية كما أنها مسارات جوهرية للمعلومات حول أي مخاطر من المتفجرات القاتلة وتقدم أيضا الخدمات الصحة الأساسية والخدمات الاجتماعية والنفسية والعاملون في هذا المجال في أوكرانيا مثل المدارسين والعملين في المجال الإنساني والمقدمين الدعم النفسي والمهني يتأثر من النزاع وبالتالي دعمهم ضروري أكثر من أي وقت مضى ويجب أن نضمن أيضا التواصل إلى حلول خلاقة متعددة الأوجه ومرنة تجتمل على أساليب تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمخافضة للتواصل إلى الأطفال والحد من تعطيل التعليم في منتصف أذار مارس استأنفت أكثر من 15 ألف مدرسة تعليم في أوكرانيا معظمهم من خلال التعليم عن بعد أو المختلط وزارة التعليم والعلوم والمدعومة من اليونيساف والشركة الأخرين تبدو القسارة الجهد التواصل إلى الأطفال في أوكرانيا ما في ذلك الدعم التعليم عن بعد من الرياض الأطفال وحتى التعليم بالدرجة الحديثة ونحن ندعم الحاملات الرقمية المتواصلة حول التفقيف بمخاطر الأجنس المتفجرة وتوفير الإمدادات التعليمية ولكن التعليم عن بعد يمثل حل مؤقت ودروس المستقاط من الجائحة جائحة قابل 19 تبرهن على أهمية تعليم الأطفال في المدرسة مع قرانائهم ومدرسينهم وفي المنطقة الأسعى نتاقن وبفضل التوجيهات الحمائية المؤقتة للإتحاد الأوروبي تسجل الحكومات في بلدان الجوار الأطفال في نظم التعليم الوطنية وتوفر سبل التعليم البديل وهو يضمن مواصلة تعليم الأطفال واختتام السنة الدراسية ومن المقدرة أنها 3.7 مليون إذن مشاهدنا كان هذا جانبا من جلسة مجلس سلام في مدينة نيويورك والتي دار الحديث فيها عن واقع التعليم والطفولة وحجم الخسائر المدية التي لحقت بواقع التعليم وضرورة اعتماد وسائل خلاقة للحفاظ على عملية التعليم مستمرة بضمنها اعتماد على التعليم عن بعد والتثقيف بمخاطر المتفجرات وحتى أيضا مجلس سلام الأطراف جميعا على الاتزام بالقانون الدولي والإنساني وكذلك الحفاظ على حق التعليم كحق أساسي حتى تعود الأمور إلى طبيعتها إذن على كل حال هذا كان ملخصا لجلسة مجلس سلام أتحول الآن إلى موسكو وضيفنا هناك سيد أديب السيد الباحث السياسي أستاذ أديب أهلا وسهلا بك معنا في اللندة يبدو أنها تخطو خطوات وهي تنتظر أن يوافق البرلمان بشكل رسمي على الانضمام إلى الأطلسي كيف تراقب موسكو كل هذا ومدى جدية الأمر هل بالفعل ستقدم في اللندة طلب الانضمام إلى الأطلسي بداية تحية لكم ولمشاهديكم بالحقيقة هذه خطوة خطيرة جدا بالنسبة لروسيا لأنها رسالة واضحة من الغرب من حلف الناتو من واشنطن للروس بأنهم تم إفراغ فحوة ومهام وأهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في حال إذا منضمت في اللندة إلى حلف الناتو أي بمعنى أن الأمريكان يبلغون الروس رسالة بأنه أردتم احتواء أوكرانيا ودفع حلف الناتو خارج من الجنوب ونحن أتيناكم من الشمال في حدود مع فنلندا حيث سيتمركز حلف الناتو وهناك حدود بين روسيا وحلف الناتو حدود برية طولها 1270 كيلومتر وهذا يعني بأنه سيتوجب على الروس بالحقيقة الذين يبدوا منزعجين جدا من هذه الخطوة أنه سيتوجب عليهم اتخاذ خطوات عسكرية حربية بحتة قبل أن نأتي إلى الخطوات أستاذ أديب أنت تتحدث الآن وكان الأمر مفروغ منه سيقع وموسكو تبدو متأكدة من هذا المسعى ولكن في حقيقة الأمر الأمر لم يتخذ القرار لم يتخذ بعد في فنلندا وقد يبدو الأمر في إطار التهديد لا أكثر لا على الإطلاق لم يعد هناك أمام فنلندا أي خيارات هذا يعني أن فنلندا فقدت استقلالية القرار وارتمت تماما في أحضان القرار الناتوي والأمريكي فنلندا تعرضت خلال المدة الأخيرة لضغوط كبيرة ازدادت نسبة المواطنين الفنلنديين الذين باتوا على قناعة بأنه يتوجب عليهم على بلادهم الانضمام إلى الحل في الناتو خوفا مما يدعون بالتهديدات الروسية رغم أن روسيا مرارا وتكرارا أعلنت أنها لا تبيت أي شر بالنسبة لفنلندا لماذا مطلوب من الفنلنديين أن يثقوا بالوعود الروسية ومن قبل قالها مرارا وتكرارا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا ينويش هجمات عسكرية في أوكرانيا ولكنه فعل الوضع في أوكرانيا يختلف تماما لأن هناك سكان روس بالملايين كانوا موجودين وما زالوا موجودين في إقليمي دونيسك ولوغانسك وهم فعلا كانوا يتعرضون أنا أتحدث أستاذ أديم ليس عن الأسباب أنا أتحدث وأسأل عن الوعود الروسية وإمكانية الوثوق بها أعتقد أن تاريخ العلاقات الفنلندية الروسية سبع عقود من الزمان لم يقع حادث إطلاق نار واحد بين الفنلنديين والروس بالرغم من أنه في الماضي وقعت بينهم حروب دامية إلا أن العقود الأخيرة كانت عقود سلمية وكان هناك علاقات اقتصادية وتجارية فعلا رائجة وبالحقيقة كانت المنفع المتبادلة هي سمت هذه العلاقة وكانت العلاقة مع الاتحاد السوفيتي أولا ومع روسيا ثانيا هي الضمان الأساسي والحقيقي للأمن والاستقرار ليس فقط في فنلندا بل في شمال غرب أوروبا ولكن ما الذي ستجنيه الآن فنلندا فنلندا ستتحول تماما مثل أوكرانيا إلى رأس حربة في المواجهة مع روسيا ستتحول إلى ساحة وغاب الحقيقة مما سيكلفها الكثير من المال والمعدات والمصاري هل يعني أن روسيا يمكن أن تذهب إلى خيارات صعبة تهدد بالنووي كانت هذه هي المعالم الأساسية للموقف الروسي هل الآن يمكن أن تذهب إلى هذه الخيارات بشكل فعلي بعد أن كانت تهدد بها بما أن منطقة البلطيك الآن تحولت إلى ساحة وغا وخاصة بعد أن انضمت إلى حلف الناتيو استونيا ولاتفيا ولتوانيا وبانضمام فنلندا يكون الطوك قد اكتمل في منطقة البلطيك فبالتالي هذه المنطقة تحولت إلى ساحة حرب وهذا سيفرض على الروس تحويل إقليم كاليني نجراد الذي يقع في غرب أوروبا وهو تابع لروسيا سيتم تحويله إلى قلعة بكل معنى الكلمة وهذا يعني نشر أسلحة ومنظومات صاروخية متطورة ولا أستبعد أنا شخصيا أن يتم نشر أسلحة نووية في هذا الإقليم لأول مرة في تاريخ روسيا والاتحاد السوفيتي لأنه إذا كان الغرب قد اختار سبيل المواجهة مع روسيا فبالحقيقة لا يوجد كثيرا من الخيارات لدى روسيا سوى أن تعزز وجودها وقواتها وستتحول منطقة الحدود الفنلندية الروسية بالحقيقة إلى ساحة مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو هذا يعني أن المخاطر بالنسبة لروسيا سوف تزداد وهذا سيلقي مزيدا من التبعات الاقتصادية على الجانب الروسي ولكن يبدو أن الجانب الروسي قد أعد نفسه لمختلف الخيارات ولا أستطيع أن أقول أن هذا ينطبق على الجانب الفنلندي الذي سيفراجأ بأن انضمامه لحلف الناتو سيكلفه الكثير وسينعكس سلبا على علاقته مع روسيا على كافة الأصعد التجارية والاقتصادية والمالية وحتى منطقة الحدود ستتحول إلى منطقة مجابهة ولن يكون بمقدور المواطنين الفنلنديين الذين يحبذون قضاء عطلة نهاية الأسبوع في سنت بيتربولغ لن يكون بمقدورهم الآن التجول بحرية بين البلدين شكرا جزيلا لك من موسكو سيد أديب السيد الباحث السياسي أجرى الاتحاد الأوروبي جولة محادثات جديدة مع اليابان في ظل تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا واصل مخوف متزايدة في آسيا حيال الطموحات العسكرية الصينية رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يزوراني توكيو في إطار جولة مفاوضات سنوية بين الاتحاد الأوروبي واليابان المسؤولاني الأوروبيان أن التقيى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وانقش معه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تهدد تداعيتها العالم بأسره من وجهة نظر توكيو غزو روسيا لأوكرانيا لا يعني أوروبا فقط بل يهز قلب النظام العالمي بما في ذلك آسيا ولا يمكن التغاضي عنه أبدا رئيسة المفاوضية الأوروبية قالت أن الاتحاد الأوروبي واليابان يعززان تعاونهما ولا سيما مع إطلاق شركة رقمية يتركز عملها على تعزيز تنافسية والأمن في هذا المجال اليابان جزء من المجموعة الأساسية للدول التي فرضت عقوبات صارمة على روسيا مثل الاتحاد الأوروبي تدرك اليابان ما هو على المحك ليس فقط مستقبل أوكرانيا وليس فقط مستقبل أوروبا ولكن مستقبل النظام العالمي القائم على القواعد وهذا ما يدفع إلى تقوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي واليابان تحالف الصين مع روسيا هو القلق المشترك بين أوروبا واليابان لكنه ربما يكون العامل الذي سيعزز العلاقات بينهما اليابان انضمت إلى تحالف الغربي ضد روسيا وفرضت مؤخرا عقوبات شملت 141 شخصا من روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانس الشعبيتين كذلك قررت اليابان الشهر الماضي تجميد أصول 28 كيانا روسيا و398 شخصية روسية بمن فيهم ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قالت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ فاليستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرطية وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن ثلاثة صواريخ أطلقت من منطقة سونان في بيونج يانجا وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أواخر الشهر الماضي بالإسراء في تعزيز ترسانة بلاده من الأسلحة النووية وستتعثر محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الشرطة البريطانية أصدار أكثر من خمسين غرامة جديدة ضد مسؤولين حكوميين على خلفية خرق قواعد إغلاق كورونا في داونج ستريت وعدد من المباني الحكومية الأخرى وتعد هذه ثاني دفعة من الغرامات التي تعلن عنها الشرطة في هذه القضية حيث أعلنت شهر الماضي عن نحو خمسين غرامة أخرى شملت عددا من المسؤولين بينهم رئيس الوزراء بوري جونسون وزوجته كاري جونسون والمستشار المالي ريشي سونك ومعنى ينضم إلينا مراسلنا في لندن عمر بشير عمر أهلا بك إذن غرامات جديدة في قضية البارتغيت المعروفة في بريطانيا ما تفاصيلها وأهم من شملته هذه الغرامات الشرطة البريطانية عندما توجه الغرامات للمخالفين للقانون في تندعون انجس سريت بناء على خرق خواعد الإغلاق هي لا تقول ولا تعلن عن الأسماء ولكن من يعلن الأسماء هي الحكومة البريطانية كما تعهدت الحكومة قالت اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني بوري جونسون ليس في هذه القائمة الجديدة فقط أرسل له قبل شهر من الآن خرق أو غرامة لخرق قام به وهو المشاركة في 19 يونيو عام 2020 في حفلة عيد الميلاد ومشاركته وبقائه في هذه الحفلة بشكل مخالف لقواعد الإغلاق ما حصل اليوم هو توجيه ما يصل إلى 50 إختار بغرامة وجهت إلى تندعون انج سريت وباقي مسؤولي الحكومة البريطانية دون تحديد الأسماء لكن المؤكد أن كبار المسؤولين بما فيهم بوري جونسون ليسوا في هذه القائمة كما أعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية إجمالي من وجهت لهم إختارات أو إجمالي عدد الإختارات التي وجهت إلى الآن حتى هذا اليوم الخميس بلغ 100 إختار على دفعتين سابقتين 20 إختار ثم تلاها 30 إختار واليوم الحديث عن 50 إختار جديد المعارضة البريطانية قالت وتحديدا نائبة زعيم حزب العمال المعارض قالت إن الحكومة طبعا بشكل متهكم قالت إن الحكومة تميزت بفشلها في مواجهة القوانين التي وضعتها أو في تطبيق القوانين التي وضعتها بشكل خاص المتعلقة بقواعد الإغلاق العام وأصبحت أول حكومة في تاريخ بريطانيا تتلقى هذا الكم من الإختارات لخرقات قامت بها ومتوقع أن يتم رسال المزيد والعديد من الإختارات لاحقا بناء على أن تحقيقات الشرطة ما زالت لم تنتهي ولم يغلق هذا الملف أما حزب اللبدم الديموقراطي اللبرالي قال إن بوريس جونسون وقف أمام البرلمان في أكثر من مرة وقال إنه التزم بقواعد الإغلاق ولا يوجد أي خرق للقواعد ثم نكتشف أنه خرق هذه القواعد وغرم ودفع الغرامة وقف مرة أخرى أمام البرلمان معتذرا عن خرق قواعد الإغلاق فلذلك عليه الاستقال بعد هذا الفشل الذريع في هذا الملف الذي آلم البريطانيين بشكل كبير الحديث عن لقاءات لأعضاء الحكومة بمناسبات بدون المناسبات بعض الحفلات كانت بناء على أن التقس مشمس والنهار جميل إذن دعونا نلتقي ونحضر الجعة ونحتفل هذا في الإيميل الذي أرسل من أحد المسؤولين لباقي المسؤولين للحضور المشاركة في حفلة تمت في الحديقة الخلفية لتين داونينج ستريت سابقا هذه المظاهر من الحكومة آلمت البريطانيين لأنهم كانوا ممنوعين ومحرومين من لقاء أحبتهم من التواصل بشكل خاص مع كبار السن منهم من فقد الأقرباء دون إلقاء نظرة الوداع أو توديعهم بناء على قيود المشاركة في الجنازات المقتصرة كانت على 15 فرد لا أكثر بالتالي هناك الكثير من من عانوا من هذه القوانين بينما الحكومة لم تلتزم بهذه القوانين لذلك هذا الملف مؤلم جدا للبريطانيين وله تداعيات بأنه لم ينتهي إلى الآن رغم كل ذلك الحكومة تواصل دعمها لرئيس الوزراء بورس جونسون وتقول أنها تجدد اتقاب برئيس الوزراء الذي وفقا للأراء وتحليلات ما زال إلى الآن في مأمن من الإطاحة به ربما الحرب في أوكرانيا أنقذت رئيس الوزراء أو خففت الضغط على رئيس الوزراء بناء على أن هذه أزمة كبيرة تواجه العالم وبريطانيا متقدمة في التصدي لروسيا بناء على مفرضها العقوبات عديد العقوبات على المسؤولين الروس ومحاولة الحصول على تأييد دولي فبالتالي بعض من أرسلوا من نواب حزب المحافظين بعض من أرسلوا خطابات لقيادة الحزب تطالب بإقالة بورس جونسون بعضهم سحب أو بعضهم أيضا علق هذه الخطابات بناء على الحرب الدائرة في أوكرانيا ربما هذه كانت فائدة لرئيس الوزراء البريطاني على يتحال التحقيقات مستمرة لم تنتهي إلى الآن ولكن لا يبقى شيء مؤكد بمعنى إذا كان هناك فضيحة أخرى في الأفق قادمة منتظرة ربما يكون رئيس الوزراء قابق يوسين أو أدنى من المغادرة لماذا نقول ذلك؟ لأن نتائج الانتخابات المحلية الماضية أدت إلى هزيمة لحزب المحافظين وانتصار لليبرال الديمقراطي والعمال أيضا في أرلندا الشمالية تقدم الشينفين الأول مرة في تاريخه ومسؤوليته عن إعلان الوزير الأولى وتسميتها كل هذا فشل المحافظين الذين ربما يطيحوا بجونسون قريبا مراسلنا في لندن عمر بشير شكرا جزيلا لك متواصلنا مشاهدينا في برنامج من لندن وبعد الفاصل نتوقف عند بعض عنوين الصحافة البريطانية أهلا بكم من جديد صحيفة تليغرافة البريطانية اهتمت بزيادة وطيرة الخلافات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية وزيرة خارجية بريطانيا تحذر بروكسل بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية ويقول التقرير أن ليزي تراس الوزيرة ستحذر الاتحاد الأوروبي هذا اليوم وتمهله 72 ساعة للتراجع في المحادثات بشأن عمليات التفتيش على حدود إيرلندا الشمالية أو ستكشف الحكومة عن تشريع للتخلي عن الاتفاقية وقالت مصادر بريطانية أن قرارا سيتخذ يوم الاثنين بشأن ما إذا كان سيتم منح الوزراء سلطات كاسحة لتجاوز إجراءات كبيرة من اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ويشير التقرير لأن تحذيرات صدرت للحكومة من رد الاتحاد الأوروبي المحتمل وسط تحذيرات من المسؤولين في بروكسل بأنهم سينتقمون بإلغاء اتفاق التجارة وهناك مخاوف أيضا من أن تجدد فرنسا تهديداتها بفرض عمليات تفتيش بطيئة في كاليه لتعطيل شحنات المواد الغذائية والسلاع المتجهة إلى بريطانيا ينظم إلينا من لندن السيد عادل درويش الكاتب الصحفي أستاذ عادل أهلا وسهلا بك يتصاعد الخلاف بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية بريطانيا تهدد وأيضا هناك توقعات بخطوات مماثلة من الاتحاد الأوروبي ماذا نتوقع؟ كان فيه ولا زال اجتماع شغال كان فيه اجتماع بعد ظهر اليوم في بروكسل لزاخرات الأوروبي وموسيلة حال الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي حتى كان موجود واحد من المعارضة هو رئيس لجنة اللجنة الأوروبية في البرلمان اللي هو النائب العمالي بين وتحدث بشكل محايد التهديد بريطانيا تهدد تهديد جاء من جانب الاتحاد الأوروبي لو سمعت إلى ممثل ركونة بريطانية وهو وزير المسؤول عن المجلس الوزراء مايكل إليس كان لغة صالحية تحدث أكثر عن التعاون البريطاني الأوروبي في مواجهة روسيا في مواجهة تحديد خارجي من الرئيس بوتين في المواجهة مع أوكرانيا بل أنه هو جهود بريطانيا لتقيه اعتماد على الوزراء وضع اعتماد طبعا هذا يبين ماذا اعتماد الاتحاد الأوروبي على القوى العسكرية الأكبر في أوروبا وهي بريطانيا فكانت اللغة لغة تصالحية وليست لغة تهديد التالي كان جاي من جانب بروكسر المشكلة مع الاتحاد الأوروبي أنه يرى أن هناك نوع من الامتسام داخل المسلس البريطاني بالنسبة للصحافة كلها بشكل عام بستثناءات بسيطة شبكات التليفزيون المعارضة الأرلندا الشمالية الذين دائما أكبر مقاعد ناوي الجمهوريين هم يريدون إعادة بريطانيا للتحاد الأوروبي يريدون ألغاء بريكسر كلما رأت بروكسر أن هناك جزء من المؤسسة البريطانية مع إلغاء بريكسر أو مع عرقلة التعاون والتجارة بنجد أن بروكسر تستقوى على بريطانيا والخطأ أن يجب أن المؤسسة البريطانية تتحدث بصوت واحد وبشكل متحد أمام بروكسر وكيف سيشجع هذا الانقسام الذي تصفه أستاذ عادل وهو أمر ليس بجديد الجدل موجود منذ لحظة ولادة البريكسر حتى الآن ما المتوقع من الاتحاد الأوروبي؟ هل يمكن أن يصل الأمر إلى إلغاء إلغاء اتفاقية التجارة أو حتى فرنسا أن تذهب إلى مسألة الإبطاء في نقل السلع الغذائية في كاليا وبالتالي تؤثر على بريطانيا من أكثر من جهة؟ بالطبع أتعلم الفرنسيون دائما يلعبون هذه اللعبة نتحدث عن نقطتين النقطة الأولى إذا كنا نتحدث عن اللعبة الفرنسية لا تنسى أن تقريبا حوالي السلطة وأحيانا قد يزيب في بعض الأيام 40% من التجارة الآيرلندية الجمهورية الأرلندية اللي أتحدث هنا عن آيرلندا الشمالية أتحدث عن أميراد الجنوبية الجمهورية الأرلندية وقضوا كمال في التحارب الأوروبي مباين 28% وأحيانا يصل 40% حسب نوع السلع يصل عبر بريطانيا يعني يأتي بطريق البحر إلى شمال ويلس ويأتي بطريق البر إلى دوفر أو فوكستون لأن هذا يختصر حوالي 36 ساعة من الطريق فالمنتجات التوازجة زي الألدان منتجات الزرعية وما لذلك الإبطاء هنا سيضر أيرلندا لأن يضر بريطانيا فقط الإبطاء سيكون على ناحيتين لأننا نعود لمسألة الحرب التجارية الحرب التجارية تضر بالمشتهلك أصلا وهو المستهج سواء بريطانيا أو الأوروبا هو المسؤول المفروض يعني ستحدثنا عن النائب بين الذي تحدث اليوم وهو رغم أنها معارضة ووجه اللوم للطرفين ووجه اللوم الحكم بريطانيا لهم من المعارضة ووجه اللوم للتحاد الأوروبي هناك سلع يعني يجب أن تستخدم من التفتيش عليه يعني سكاة السلع ستباع في أيرانا الشمالية ولن تذهب إلى بريطانيا كل ما تريده بريطانيا هو إنشاء طريقين زي في الجمارك في المطار مثلا الطريق الأخضر والطريق الأحمر أو الأزرق والأحمر إذا كانت المنتجات ستظل في أيرانا الشمالية لا لا يتعطي لها ولا تفتيش يعني يكون هناك نوع من المرونة في تطبيق الاتفاقية كل ما يمكن تفعله بريطانيا هو المادة 16 المادة 16 من البروتوكول الذي وقع مع معهد بريكزيت يتيح لأي من الجانبين ليس فقط بريطانيا بريطانيا أيراندا الشمالية أيراندا جنوبية أو الحد العوروبي أن يفعل هذه المادة لوضع استثناءات من السرع هذا ومحل الخلافية المادة 16 من البروتوكول تفضل أستاذ عدل بالبقاء معنا مشاهدين ننتقل إلى صحيفة الجارديان حيث اهتمت الصحيفة بقضية الفقر الذي تواجه العائلات البريطانية بسبب غلاء المعيشة وعنونت تقريرها بشكل التالي 250 ألف أسرة بريطانية ستواجه الفقر المطقع في العام 2023 حيث كشفت صحيفة الجارديان أن أكثر من 250 ألف أسرة بريطانية ستنزلق إلى العوز العام المقبل ما يرفع إجمالي عدد الذين يعيشون في فقر مطقع في البلاد إلى حوالي مليون ومئتي ألف شخص أضافت الصحيفة أن العدد سيرتفع بهذا الشكل ما لم تتصرف الحكومة لمساعدة الأسر الأشد فقرا والتي تضررت من صدمة أسعار الطاقة ووفقا للمعهد الوطني للبحث الاقتصادي والاجتماعي يقول التقرير أن أكثر من مليون ونصف المليون أسرة ستشهد ارتفاعا في فواتير الغذاء والطاقة يفوق دخلها المتاح وعلقت الجمعيات باللوم على تخفيضات الانفاق على رعاية الاجتماعية منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام 2016 والذي ترك ملايين الأسر في وضع مالي سيء نعود إلى الأستاذ عادل درويش الكاتب الصحفي ضيفنا في لندن إجمالا أستاذ عادل حينما نتحدث عن بريطانيا العظمى هذا البلد الكبير والذي هو محط أنظار الكثير حول العالم هل يصدق أحد أن فيه هذه الأعداد من العوائل الفقيرة والتي ستدفعها ظروف الحالية إلى حالة الفقر الفقر المتقع كلمة الفقر المتقع هنا وطبعا في معاهد كثيرة وطبعا التقرير الأفضل كم معاهد الريسوليوشن فونديشن لأنه رابط بأسعار الطاقة ومسمى بفقر الطاقة المتقع أي أن العوائل غير قادرة على دفع فواتير الطاقة كان عدد يواحد 30 مارس من حوالي شهرين خمسة ونص مليون قد ارتفع إلى ستة واثنين من عشرة مليون إذا ظلت أسعار الطاقة على ما هي عليه كان لفاق المتقع يسمى ما يبقى بعد دفع الأساسيات من الفلوس النقدية يعني بتدفع مثلا أفصاد البيت الإيجار فواتير الغاز التأمينات وما إلى ذلك ما يبقى لي الإنفاق على شراء الضروريات فحسب التقرير المعهد القومي هو يعني فوق ربع مليون شوية إذا ظلت أسعار الطاقة على ما عليه يسرى إلى مليون ونص هي طبعا الجارد هي بتوزيها إلى حول متحل الأوروبي إلى قرية دافت ديلي إكس مثلا أو ديلي ميل أو تايم ستلاقي الأسباب أخرى بانك انجلترا بيحاول تخفيض معادلات التضخم عن طريق سعر الفايدة هناك دعوة من المعارضة ومن اليسار أن تفرض الحكومة البريطانية أو مصلحة الدرائب استثنائية على شركات البترول والطاقة سيدخل الخزانة تقريبا حوالي 3.5 أو 4 بليون جنيه يعني في حدود تعريبا 6.5 بليون دولار لكن هذا لن تكفي لأن لو عطيت كل قصة من القصة ستجدون 100 جنيه وخلاص فماذا ستفعل بعد ذلك لأن المشكلة أصلا هي مشكلة خارج خدرة الحكومة البريطانية وخدرة أي حكومة على التعامل معها مشكلة جام هي مشكلة الطاقة لأن حتى أنت مجرد أن تنقل سلعة من المزارة من الفلاح إلى السوبر ماركت إلى أماكن التعبية أنت تستخدم الطاقة للنقل فهذه تقزالة الأسعار البترول النقطة الثانية كثير من السلعة الأساسية بما فيها هذه الحرب الروسية غلت هذه الأسعار فمهما فعلت أي حكومة في العالم لن تستطيع لأن الأسباب أسباب خارجية خارج خضرة الحكومات على التعامل معها وهل هذه الأسباب الخارجية التي تعتبرها أستاذ عادل يمكن أن تكون درعة وقاية أو زورق نجاة لبوريس جونسون لأن ينجو من هذه الأرقام وزيادة أعداد الفقراء في البلاد كما نجا من مسألة سحب الثقة من حكومته بفعل البارتي هل سينجو من هذه أيضا؟ هل ستسحب منه هو ليس من حكومته المعارضة ليس لديها عدد كافية من الأصوات فيها البرلمان لسحب الثقة من الحكومة هذا ممكن الطريقة الديموقراطية الوحيدة للتغيير رئيس الوزراء هي أن أصحب أعضاء الحزب الحاكم من المقاعد حوالي 55 أو 54 صوت 54 أو 50 حضو تقدموا بسحب الثقة لن تكون هناك انتخابات قبل 2024 وطبعا وزير المالية يحاول قدر الإمكان إيجاد وسيلة لتلك وطبعا في سبل أخرى يعني مثلا إلغاء طريبة القيمة المضافة على الثواتير الغاز والكهرباء هذا حقف حقريبا 4.5 تخفيض ما يسمى بيئة ضريبة خضراء وهي طبعا ضريبة أيدولوجية لأن مشألة أصبحت البيئة أصبحت ديانة جديدة دلوقتي الموضة التسخين الحراري وما ذلك هذا طبعا سيساعد البيوت يعني هي مجموعة من الوشاء التي يمكن اتخاذها لتخفيض الأعباء عن الفقراء شكرا جزيلا لك من لندن الأستاذ عادل درويش الكاتب الصحفي في فريد وصلت جزيرة تيلوس اليونانية إلى نسبة مئة بالمئة في اعتمادها على الطاقة النظيفة حتى أن سلطات المحلية في الجزيرة البالغي تعداد سكانها خمسمائة ألف نسمة أغلقت مكب النفايات وحولته لمصنع تدوير بمعايير بيئية عالية عند البحث عن وجهة للطاقة الخضراء لن يكون أمامك سوى اختيار أبعد نقطة على خريطة اليونان وهي جزيرة تيلوس حيث لا يستخدم سوى الطاقة النظيفة من كهرباء وخدمات أساسية وحتى العبار التي تقلك للمنطقة تستخدم الطاقة الخضراء وبلغت تسبة تدوير النفايات إلى مئة بالمئة في تيلوس بحسب القائمين على الشركة المختصة بتدوير النفايات نحن نحقق تحويلا بنسبة مئة بالمئة من مكب النفايات لهذا السبب يمكننا القول لأن هذه الجزيرة جزيرة خالية من النفايات ونحن فقرون جدا بها مكب النفايات في تيلوس استبدل بمصنع لإعادة التدوير حيث يتم فصل القمامة لإنتاج زجاج المسحوق ومزيج الإسمنت والسماد العضوي والورق المقوى المضغوط وبراميل الورق والقيوط البلاستيكية ويعالج المصنع حاليا حوالي 2 طن من النفايات اسبوعيا معظمها معد تدويره بالكامل مشروع مشروع الطاقة الخضراء كان تتويجا لسنوات عديدة من الجهود لقد نجحنا بجعل جزيرتنا أول جزيرة مستقلة في مجال الطاقة في البحر الأبيض المتوسط وأول جزيرة خضراء أكثر من 200 جزيرة في اليونان لا يزال الكثير منها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف ويكافح من أجل التعامل مع مدافن النفايات الفائضة وهي معضلة بيئية نجح القائمون على تيلوس بتجاوزها هناك تفاعل كبير من السكان والتزام بالمعايير الخضراء نحن نرغب بأن يتم تطبيق هذا النموذج في الجزر الأخرى السواح هنا معجبون بطريقة تطبيق المعايير العالية للطاقة الخضراء وتتوقع تيلوس استقبال 30 ألف زائر هذا الصيف وتنتج الجزيرة بالفعل معظم احتياجاتها من الكهرباء منذ عام 2019 باستخدام مجمع للطاقة الشمسية وتوربينات رياح تحافظ على إمدادات غير منقطعة من الطاقة الخضراء انتهى مشاهدنا برنامجنا شكرا على كرم المتابعة تابعونا على مواقعنا في التواصل الاجتماعي للمزيد من الأخبار